ونبقى في الجوانب الاجتماعية حيث ودع أهل الشرقات بمحافظة صلاح الدين أحد رموز قبيلة الهيب في العراق والوطن العربي الشيخ عبدالله عبود العميري إذ جرت مراسيم التشييع بحضور عدد كبير من شيوخ ووجهاء عمومي على شائر العراق من مختلف المحافظات وأستذكر المشيعون بعض المآثر الحميدة التي اتصف بها الراحل ومواقفه في الحفاظ على النسيج المجتمعي وشجاعته بقول الحق وردع الباطل مؤكدين أنه اتسم بالسعي في إصلاح ذات البين حيث وافته المنية أثناء مجلس صلح بين طرفين الله أكبر هذا اليوم هو وفاة والدي الشيخ عبدالله العبود العميري هو من أحد زعماء قبيلة الهيب في العراق كان الوالد رحمه الله يسعى في الخير وإصلاح ذات البين ويتواصل مع بقية العشائر وله امتداد بعيد مع عشائرنا العربية في العراق والوطن العربي ووفى هالأجل سبحان الله أيضاً كان رايح بإصلاح ذات البين وصلهم سلم على اثنين الثالث ما سالموا سبحان الله ووقع بالمجلس شلنا وسبحان الله قدر الله ما شاء فعل الرجل مصلح اجتماعي ولو دور متميز في وحدة النسيجة العراقي ولو حضور صاحب نخوة ورجل كريم وشجاع وصاحب موقف ولو حضور في كثير من الفصول العشائرية واصلاح ذات البين ولنب الشمل والمساعدة للقوات الأمنية في الحفاظ على الأمن وعالنسيجة الاجتماعي الفقيد كان متميز شجاع جريء أديب بنفس الوقت خسارة للمجتمع كلها ليس ملك الهيب ولا ملك الشرقاط إنما ملك العراق نسأله للرحمة إن شاء الله والخلود ويغفر عنه وتجاوز عنه ونشكركم بهذا الحضور المتميز والله يحفظكم إن شاء الله نعزي أنفسنا ونعزي كافة العشائر العربية الموجودة الفقيد الله يرحمه شيخ عبد الله عبد العميري أحد رموز قبيلة الهيب بالعراق والوطن العربي كان يعني رجل مصلح كان رجل كريم رجل يحب الخير رجل وهي الصلح وهي الخير رجل ما يهاب يعني من القول الحق رجل كريم مضياف يسعى للصلح يسعى كل جهد بخير هو تشوفه تسباق ونحن نشكر هذا العالم هذا تشوفون العالم من كل المحافظات ومن كل العشائر وتواسين بهذا المصاب الأليم وخسارة الشيخ خسارة في جيد الشيخ هذه خسارة كبيرة كل قبيلة الهيب ليس العادة العميري فقط فقد ترجل فارس عن صهوته وترجل هذا الشيخ الكبير بعد مسيرة كبيرة جدا بالمآثر التاريخية المهمة والمكان فقد كان مضيافا كريما صاحب مضيف تاريخي كان مفتاحا للغير مقلاقة للشر لكن عزائنا الوحيد به بأنه ترك هذه المسيرة المشرفة وكان كما يقول الشاعر وتسكر في عين الكبير كبارة وتسكر في عين وتكبر في عين الصغير العظائم وكما يقول أيضا الشاعر على قدر أهل العدم تأتي العظائم وتأتي على قدر أهل الكرام والمكان فهذا الجموع فعلا هي أتت على مقدار مسيرة الشيخ عبدالله عبدالله العميري نسأل الله أن يرحمه ويسكنهم في سيح جناته ودمتم ودامة سلامتكم أولا نشكر كافة العشائر اللي حضروا هذا العزاء لمواساتنا بفقدان الشيخ الجليل الكبير الشجاع الشهم الغيور العام عبدالله عبدالله العميري خسارة لكل العشائر العربية في الوطن العربي والعراق وصلاح الدين فقدانه صدمة بحد ذاتها لكل محبيه الكل من يعرف اسم عبدالله عبدالله العميري نشكر كل من تعنى وحضر لمواساتنا ونشكر قناة صلاح الدين اللي حضرها